الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طول الفترة الماضية أثناء الإجازة البرلمانية كان هناك العديد من المبادرات من عدة أطراف سواء كانت أطراف نيابية أطراف حكومية ومنها الأخ سمو رئيس منس الوزراء أطراف شعبية قوة سياسية ونخب مجتمعية تستهدف إيجاد تفاهمات تساهم في تحقيق انفراجات سياسية للعديد من الملفات الشائكة التي كانت مثار خلاف في السنوات الماضية هذا العمل كان يتم بهدوء بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن بعض الأطراف التي دائما ما تحاول أن تعرق أي مبادرات إيجابية لكنني سعيد بأن أذكر اليوم بكل ثقة بأن هناك تقدم كبير في العديد من هذه المبادرات التي تعكس حسن نوايا القائمين عليها من أكثر من طرف وأيضا ما يساعد في الأمر أن لدى العديد من النواب اللي جزء منهم كان جديد يعني وأول مرة يمكن ندخل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي خلال المدة الماضية والعطلة الصيفية تكشفت لديهم العديد من الأمور ساهمت في دعم هذه المبادرات الإيجابية وأن تعوز على أغلبية برلمانية إن شاء الله لا أستطيع ردا على سؤالكم لا أستطيع أن أنكر بأن هناك قلة قليلة جدا تحاول أرقلة هذه المبادرات وهذه مكشوفة لأبناء الشعب الكويتي قاطبة وتعمل لأجندات معروفة أيضا للجميع وستسمعون صراخهم يزداد في الفترة القادمة وقبل بداية دور الإنعقاد القادم كلما تم تحقيق تقدم في هذه الملفات إلا أنهم أصبحوا مكشوفين للجميع سواء من نختلف أو نتفق معهم سياسيا حتى من نختلف معهم سياسيا لا يمكن أن نختلف معهم على مصلحة البلاد والعباد ومصلحة الوطن والمواطنين لا أستطيع الدخول أو الخوف في التفاصيل في هذه المرحلة لكن أؤكد بأن كل مبادرة تستهدف خلق تفاهم واستقرار سياسي هي مبادرة مرحب بها وأنا على الصعيد الشخصي متفائل بأن هناك انفراجات قريبة إن شاء الله قبل بداية دور الإنعقاد القادم وستكون نتيجة عمل جماعي وليس عمل فردي ومستعدين دائما وعيدين مفتوحة وممدودة لكل من هو مخلص وصادق ومحب لهذه البلد ويريد أن نصل إلى مرحلة استقرار تؤسس لبناء الوطن وتعقيق طموح المواطنين وعلى صعيد آخر في الشأن الخارجي سأغادر يوم غد إن شاء الله للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرئساء البرلمانات في النمسا مدينة فيينة وستكون هناك أدة اجتماعات منها اجتماع للمجموعة العربية على هامش هذا المؤتمر ونحمد الله سبحانه وتعالى بعودة وحدة الصف العربي والخليجي مرة أخرى لنستجمع كل قدراتنا وجهودنا لتحقيق جميع أحداثنا الإسلامية والعربية في هذه المؤتمرات الأغليمية المهمة شكرا